الرجال بيان والتفصيل في حكم ذكر وتسفيه آلهة المشركين هل يجب ذلك في كل وقفة ومناسبة يقف فيها الداعية لبيان وشرح التفصيل بيان وشرح وتفصيل التوحيد وهل هو خاضع لقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد أم لا طيب التجهيل والتسفيه نحن أخوانا الفلسفة والصفصة دي دي دارين يخربوا بها المنهج السلفي أنا باعتبر صفصة ساكت ربنا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن كله بتلقاؤ بسفه عقول المشركين فهمت؟ يعني لما انتقرأ الآيات ربنا قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أنا ألقاك التزول تسوي أجأ أقول لك إتا لو دائر من فلان دا حاجة زي الزول المادي الدين في بير وما نزل له دلو ولا عنده حبل ولا باغى ارفع بها الموية بس ما دي الدين للموية ويقول لا يا موية تعالي كده أنا سفهتك ولا ما سفهتك دي طريقة الغرام بس شان ما دارين الصفصة الكثيرة والكلام ده أي مقام الدعوة إلى التوحيد لابد لها من ركنين هدم وبناء أول حاجة تبين إن الإله بتاعه ده ما نافع أي مقام تقن به لابد تبين إنه ما نافع بالقرآن والسنة ما نافع معناه شنو معناه لا يملك مع الله شيء ولا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق فلا يستحق العبادة دا القرآن كده طريقة القرآن إبراهيم عليه السلام قال لأبوه قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمعه ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ليه تعبد لا بيسمعك ولا شايفك ولا بيغني عنك حاجة لو جاتك دا مش تسفيه ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى قال الشيخ ابن عثيمين في كتاب التوحيد القول المفيد شرح كتاب التوحيد قال ومنات الثالثة الأخرى أي المتأخرة وهذا قال من السخرية بآلهته فما تي تقول لي في أي مكان لا ما في أي مكان لازم أبين للناس أنه البرعي أو غيره أنه لا يستحق العبادة لأنه ما خلق مع الله ولأنه ضعيف ولأنه جاته ما أغنى عن نفسه شيئا كيف يغني عنك دا تسميه تسفيه تسميه تزوير تسميه لعب أي حاجة سميها دي طريقة الغران ضائر الطريقة بغير الطريقة دي أنت ما داعي إلى الله وأي زول ما بيدعو بالطريقة دي دا بيلعب على المسلمين بس في إمتى لازم تبين للناس بلاد الله أنا ما قلت لك قل لي واتحرام واتكلم وكده ولو دعيت لك دا الصوفية ما برد دعا لك الصوفية بيجزاته من صورك يا سلام بالله يتكلم لينا صوروا كلامك بيرفعوا الناس يقول لك دي دعوة السلفين نحن قاعدين نقول الزول دا كلامه باطل وكلامه ضال ودي كل ألفاز شرعية لكن الشغل دا كتا كله كلام فارق ها أدي أدي مما تسرب من جماعة الإخوان المسلمين دارين إلى الصقوب السلفية والسلفية منه براء تخليك زور الراجل قول غير الله ما بينفع ما يضر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صح مسلم من قال لا إله إلا الله وهذه كفاية في بيان استحقاق الله للعبادة ونفي استحقاق غير الله للعبادة لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله كفر بما يعبد من دون الله معنى أعتقد أن عبادة غير الله باطلة عبادة الرسل باطلة من دون الله عبادة الأولياء باطلة من دون الله عبادة الأعمى الأربعة باطلة من دون الله عبادة البرع باطلة من دون الله إذا ما بتبين للناس وتوقع لهم الكلام ده جوه قلوبهم إنت ما داعي إلى الله وما دعيت إلى التوحيد لأنه لما أنت يتقول له زول وحد الله يقول لك أيها وحد الله لكن لما أنت يتقول له كونك تنادي الله وتنادي مثلا ودعويس كده إنت ما موحد وكده مشرك يقول لك لدى مشرك ده اسمه توسل فلازم تبين لهم الأولياء بتعينهم دين ما بينفع ولا بضر ولا في بني آدم ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم زي كده تنادي ليه جرده الله من صفات الربوبية لأنه كده الشيغل عثيمين أيضا في كتاب التوحيد باب قال أيعبدون ما لا يخلق شيئا وهم شنو يخلقون الآية الآية من صورة العراف لما ربنا سبحانه وتعالى قال فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يشركون أفيعبدون أفيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون قال الشيخ بن عثيمين فذكر الله عز وجل في هذه الآية أربعة أمور جرد الله عز وجل منها هؤلاء الذين يعبدونهم مع الله أنهم لا يخلقونهم ولا يخلقون أنفسهم ولا ينصرون أنفسهم ولا يملكون لهم نصرا فبذلك لا يستحق العبادة مع الله وده معنى التسفيه والتجهيل وإلا في آيات واضحة في صورة الأنبياء إبراهيم عليه السلام قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله اتفقت كلمة المفسرين على أن معنى كلمة أف تدور على معنى أنتا أي أنتا لكم أو القذر لكم أو الهلاك لكم ده سب ولا ما سب سب في امتة لكن نحن بنتكلم عن أنه تجيب الباطل وتبين أنه عبادة غير الله باطلة وأن من دعا غير الله إنما هو سفيه ومجنون فهمت بالكتاب والسنة ما تدعو غير الله لأنه لا يملك ليك شيء مع الله وضربنا ليك الأمثال من صورة مثل العنكبوت ومثل الذباب وغير من الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى وبين في عجز هذه الآله وصية القحطان قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان